موسيقى مساءكم خير والحديث عن حوار وطني هو بسكل المقاييس فرصة هو فرصة تانية فرصة للتخلي عن الرأي لصالح الحق فرصة للتخلي عن الفكرة يمكن لصالح الخطة وفرصة أكيدة للتخلي عن المقاعد المتقبلة اللي عادنا فيها وقت طويل لصالح الصف الواحد وعشان كده احنا من بداية الحلقة بنقول ان الحوار الوطني هو مكسب بكل الأحوال كل الأحزاب السياسية منذ طرح سيادة الرئيس واعلانه عن إجراء حوار وطني وتكليفه من الأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارة هذا الحوار إلا أنه كمان رحبت الأحزاب بشكل كبير جدا باختيار الأستاذ دياء رشوان منصقا عاما للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي أمينا عاما للحوار وده اللي يقول لنا انه خلاص اقتربت يعني آليات الحوار للظهور وبداية من شهر يوليو هيبقى فيه شكل واضح وإدارة واضحة للحوار إحنا نهارده متشرفين وصداء جدا أنه معنا الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنصق العام لتحالف الأحزاب السياسية المصرية منوارنا أستاذ دياء أهلا بك يا فنما أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك والمهندس رئيس حزب الغد أهلا بحضرتك ومشرفتك خليجي بقى مصطفى موسى آه موسى أنا عفوا أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك هبدأ مع حضرتك بالتأكيد كل الأحزاب أصلا أجندتها دلوقتي جاهزة للحوار الوطني لكن عايزة أرجع خطوة الورى في استقبال فكرة الحوار الوطني وجدواها معوز الأحزاب السياسية طول السنة بتلعب سياسة بتشتغل سياسة فإيه اللي هيفرق إذا جلسنا على مائدة حوار وطني ومين الشخصيات الجديدة اللي حضرتك تحب تشوفها موجودة على طاولة الحوار طبعا الحوار الوطني ده حاجة يعني مهمة جدا من نسباننا كلنا والحزاب كلها والمصر فدي يعني فرصة كبيرة أن احنا فعلا نبتلك نتحرك بالتكاتف مع بعض ونبعد عن التنزل عن الشخصانة والكلام ده كله احنا عايزين نبقى فيه علاقة عمل حقيقية ونوصل بها النتائج توصلنا لانتاج حقيقي لهذا الوطن يعني فدي نقطة طبعا كانت أسعدت كل الأحزاب اعتقد أن احنا النهاردة فيه حوار وطني فيه شخصيات مهمة هتنصق الحوار وده بالنسباننا يعني فعلا شايفينه كان مطلب ضروري يعني بقى لنا فترة بعدين إذا بحضرتك قلت الأحزاب قادر بتشعب بالمدة بس كل حزب يعني مقفول عن نفسه بيشتغل لنفسه وبيفكر في تفكير قد حدود الموجودة قدامه لكن النهاردة الوضع بيختلف احنا منخش على العالمية النهاردة منتكلم في حوار وطني العالم كله هشوفه هتابعه منتكلم على أداء يبقى له فعلا تميز وإذا كان الأحزاب الموجودة هيبقى عندها فكر فعلا متطور وتقدر تدي أداء لهذا الحوار إضافة هيبقى أداء المطلوب فعلا لغير كده هو احنا مش عايزين نبقى حوار وطني مجرد بنكتب وبندي أوراق وبنتكلم ومفيش حلول لهذا الكلام بزا وانا هروح لو استاذ نيجي على طول واسأله يعني طول الوقت الأحزاب المعارضة متهمة من الجانب الآخر يعني الجانب اللي شايف أنه الدولة مش هتستحمل طولام ويسيبه الناس تشتغل ويسيبه القادة السياسية تشتغل فيه فيه تيار كبير كده يقول ايه مش وقت معارضة هل جاء وقت المعارضة؟ دلوقتي هل حضرتك شايف أنه دلوقتي الوقت مناسب لأنه نسمع الأصوات المختلفة اللي ما كانش فيه فرصة أنها تتسمع في فترة يمكن كانت مشتعلة ومشتبكة بأحداث كتير ولا حضرتك ممكن تقولي لا كل وقت وقت يعني أنا مش عارفة حضرتك شايف نحن لازم نعترف أن احنا كنا مخطئين عندما قلنا فيه شوقت نسمع للمعارضة لأن أي نظام سياسي فيه أحزاب المولاة وأحزاب المعارضة ولا يستقيم أي نظام برلماني في العالم اللي بوجود المعارضة السياسية البناءة اللي بتستهدف يعني يكون كل معنى مصطف في قضية الوطن القومية لذلك الأيام اللي فاتت المدة اللي فاتت كان ينقص مصر هذا الإفساح الأصوات الأخرى اللي هي بتحمل وجهة نظر أخرى تحمل الخل لمصر وكان أيضا يعني ولكنها الحمد لله إنها جت يعني إنها جاء تأتي متأخرة أفضل من اللي تأتي خالص الحوار احنا بنعمل عليه يعني أمال كبيرة جدا في أنه أنه ممكن هذا الوطن اللي احنا كلنا بنعتز به منه هو يعبر كل مشاكله وكل تحدياته وكل تحديات عاتية سواء كانت تحديات داخلية أو إكليمية أو دولية حضرتك كمناصق عامل مجموعة من التائرات السياسية وتحالف أحزاب سياسية أكيد في رؤية اتجمعت وتبلورت وقدرنا نقول عندنا من واحد لخمسة مثلا أولويات يعني لن نتنازل عن النقاش فيها والوصول النتائج فيها إيه ترتيب الأولويات عندنا حضرتك يعني هو إحنا فيه عندنا أربع محاور المحور السياسي المحور الاقتصادي المحور ثقافي وفني وتعليمي ومحور الاجتماعي المحور السياسي إحنا محتاجين نتعاطى مع مواد دستورية المفترض يتم اتعاضي معها في دور النعقاد السنوي الأول للفصل التشيعي الأول يعني في عام 2015 إحنا حتى الآن لم نخد غمار تجربة المجالس الشعبية المحلية وهذا يعني أن السلطة التنفيذية في مصر لم تستكمل مقاومتها الدستورية الدستوري المصري بيقولك أن السلطة التنفيذية تتكوى من ثلاثة أفرع الفرع الأول رئيس الجمهورية الفرع الثاني للحكومة الفرع الثالث هي الإقدار المحلية إقدار المحلية تنقسم إلى جزئيا محافظين ومرأة ورؤساء مجالس ومراكز ومجال الشعبية المحلية والمجال الشعبية المحلية دي المسؤولة عن مشاكل الناس الحياتية دي لاتحقق الرد الشعبي يعني احنا اتأخذنا فيها لأنه كانت المجال الشعبية المحلية والعكس بصراحة وده كلنا لمسينهم بحقق غضب شعبي مهما قدمت الدولة تلاقي أنه فيه غضب من مجلس محلي في مدينة ممكن يخليك تخسر مجلس محلي مش موجود دلوقتي احنا بقىنا من 2010 أو أداء يعني تم حل المجال الشعبية المحلية وبالتالي حلقة الوصل ما بين الجماهير سيناد رابي أو غضبة وبين المحافظين ورؤساء المدن والمراهز والكرة مش موجودة لذلك احنا بنقول أن السلطة تنفيذها في مصر هدو استكمل مقاماته امتا؟ يوم استكمل هذه الفرع بهم من الدولة المحلية فدي بالنسبة لحداتك أولوك مهمة جدا لأن ده بقولك مصر فيه إنجازات ضخمة معمولة بل لكن عادة موجود شعبي نديجة المشاكل المواطن البسيطة الحياتية ما فيش حد يبقى عبر عنها والنائب مهما قوتة من قوة لاستطيع أن يعبر عن الجماهير لأن المجلس المحلية موجودة على مستوى القرية موجودة على مستوى المدينة والمركز موجودة على مستوى المحافظة ودولة نواب عن الشعب أمام السلطة المحلية لذلك احنا بنضع يعني مسألة يعني إصدار قانون للإدارة المحلية وفيها الجزء الخاص بالمجال الشعبية المحلية وإيجاد الانتخابات دي أولوية أولى لأنها أتهدي الناس ويتخلي الناس أكثر رضا عن الدولة المصرية وهي بتواجه تحدياتها وتحتاج رضا الناس طبعا وأنا أحتاج نروح لفاصل سريع لكن نرجع نسأل عن الاقتصاد لأنه في الظرف الاقتصادي العالمي مصر جزء منه والكل مشغول بلقم تعيشه حرفيا دلوقتي مش بس التعبير المجازي التحدي ده كبير قوي وإحنا بنتكلم عن حوار سياسي ومجتمعي وحاجة قد تبدو لبعض الناس رفاهية في الوقت في الوضع الاقتصادي الحالي هرجع نسأل حضراتكم عن ده بعد فاصل خاصية وانس موسى قبل الفاصل كنا منسأل عن التحدي الاقتصادي الكبير وهل حضرتك شايف هيبقى عائق على أننا نتكلم في باقي التحديات اللي هي مهمة كمان بنفس القدر فكرة الحريات ملف الحريات وفكرة الحياة السياسية وسلامة استمرار واستقرار الحياة السياسية بكل أذرعها زي ما أستاذ ناك كان بيكلمنا الاقتصاد وترتيبه رقم كام في أولويات الحوار الوضع حضرتك الاقتصاد ده هو كل حاجة وإحنا عايزين نكلم أساسا على الاستقرار قبل الاقتصاد فإذا ما كانش فيه استقرار هيبقى موجود في المرحلة اللي جاية دي يعتصر علينا ونبتدي ناخد بأليات مؤينة موجودة يعني النهاردة هل فيه ناس عندها رد فعل سلبي هل فيه إمكانية نحل هذه الأمور هل فيه موضوعات ممكن نحلها فعلا موجودة والأليات موجودة ولكن لابد النهاردة تبقى الموضيع تاخد بطريقة مختلفة شوية يعني حضرتك النهاردة أنا شايف الحاجة الأساسية اللي عندنا عشان تحلي الاقتصاد كله هي الشباب عندنا مشكلة الشباب إحنا عايزين نهاردة ندي فرصة لهذا الشباب كله الموجود عندنا ماليين عشان نبتدي نوضبط الإقاع بتاعهم ويبقى لهم حياة مختلفة وإحنا طرحين إن شاء الله في الحوار قليات كتيرة لهذا الحلول دي فالوضع النهاردة يختلف إن احنا نتكلم على جزيات مؤينة في مواضية مختلفة والأساس كله مش ثابت يعني لازم نثبت بس هو الاستقرار متحقق يعني احنا ما عندناش قلق من الاستقرار حاليا لكن حسب بتشوفيه إزاي حضرتك يعني استقرار طبعا موجود في استقرار بوجود قيادة سلسية احنا كلنا معها طيب أنا عندي سؤال اللي هو سؤال للناس بقى يعني المتابع من بعيد للحوار الوطني هيقول إزاي هيتم يعني الإعلان عن ونعرف أن كل الأحزاب حضرتكم أصدرتهم بيانات تثمنوا اختيار الأستاذ دياء رشوان وهو المسؤوليته صعب قوي إيه الألية يعني حضرتك اشرح لنا كده أستاذ ناجي يحصل إزاي حوار وطني في كل مكان في مصر على مدار فترة زمنية محددة يجيب نتائج ما تتمنى أو ما ترى قبل التحق شوفي الخطوة اللي يعني اللي تم إعلانها من يومين باختيار الأستاذ دياء رشوان تنصق عام للحوار والمشار محمود فوزي رئيس الإدارة الفنية للحوار ديت يعني أخرصت أرسنة كثيرة وقضت على على اتهمات كانت بيتم توجيهها للحوار قبل أن يبدأ قبل أن يبدأ بحقيقة وقالت أن لا دهنا ممكن نقعد نتفن وأن يجينا شخصيات وقادرة أن ندير حوار على مستوى عالي دياء رشوان ليس غريبا على البيئة السياسية المصرية لأهو ابنها وكان فاعل فيها على مدى تاريخ كله من إما كان شغال في الأخرام وكان يترشح لها أكثر من تجربة نقيب صحفين أكثر من مرة ثم ريسايد الاستعلامات هو متفاعل ولهو علاقة بكل السياسيين في مصر وبالتالي وجوده منصة كعمل الحوار عمل وعمل أريحية لدى الجميع وأن الحوار ده سوف يضار بشكل حيادي ونزيه وسوف يستهدف مصرحة الوطن العليا واختيار المشاركة محمود فوزي بخبراته المتراكمة العميقة في التنظيم رجل عضواني بمجلس الدولة كان أمين عام مجلس الشيوخ ثم أمين عام هاية العلام عنده هذه الخبرات التنظيمية اللي ممكن يجعلنا نخرج الحوار على أعلى مستوى وتكون مخرجاته كبيرة للتنفيذ ومستشف محمود فوزي كمان عنده نقطة فهم طبيعة الإعلام وكيف يصل كمان برسائله طبعا معاك فده معناه هم حطوه يعني إيه يعني كانت بداية أكثر من رائعة الحوار الوطني يستهدف أن يكون حوار وطني مفيد للدولة المصرية حلوة مين من خارج بقى موائد السياسية أو الأحزاب السياسية اللي حضراتكم تحبوا نشوفهم في الحوار الوطني مين مهان سبوصة حضراجة تحب تشوف شخصيات زي مين من خارج الأحزاب السياسية لأنه بالتأكيد هو حوار وطني مدعو إليه الجميع وقالتا فيه يعني فيه نقابات مهمة جدا مفوط تحضر معنا فيه بعض الأشخاص وكأفراد يعني مش هزين نقية أسماء معينة عشان ما نبقاش عندنا من حط الأسم فقات مش نازم أسماء فالفقات يعني النقابات طبعا مهمة جدا نقابة المهندسين مهمة نقابة العمال يعني دي كلها نقابات لازم يبقى لها دور فعلا إيجابي جوه الحوار ومشاكل النقابات متهائلة هي في حد داتها قضية يعني طبعا عندهم يعني عندهم جوز كبير من المتطلبات اللي هي لازم تتحل فأنا أعتقد ديها يعني جوزها مهمة أما الأساس طبعا أنا مش هزي أقول أن الأحزاب هي اللي بتدير الدف فلا دي مصر كلها مشتركة فلكن عايزين يعني في الآخر عشان يعني أنا أشاف يعني احنا ممكن نسأل بعض سئلة كده لكن إيه اللي هنوصله بالفكر اللي يخلي مصر تتغير وتنتقي لمحاق قادمة وتحق الاسلوب اللي هو اتحط من قهدها السياسية عشان نعدي الزمات زي ما سأتك قلتين الاستقرار موجود ما أنا عارف استقرار موجود لكن أنا مش مقتنع الاستقرار ممكن يعني يتساب بالطريقة اللي احنا فيها ايه لأن ممكن احنا مستهدفين آه التراويزة في الحوار الوطني عشان لو اتخذت هذه الحلول او جزب انها هتساعدنا كتير جدا في هذا الحل انا بشكرك شكرا جزيلا مهانس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد نورتنا الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي منصق العام لتحارف الأحزاب السياسية المصرية بس أنا بس بأنك حسين يعني يعني محتاج تشوف في الحوار كل ما لم تلو ساده بالدماء المصرية اشكرك كل الفرقاء اللي ممكن لهم مجهات نظر في كيفية بناء هذه الأمة يتقدموا في الحوار يقولوا رؤاهم بحيث في النهاية يكون فيه رشدة يبناء مصرية جديدة يا رب أنا بشكركم شكرا جزيلا إحنا سعداء أن حضراتكم موجودين معنا النهاردة دايما حاجتك قلت في تلفزيون الدولة في مكان المصريين اللي كمان إحنا نتمنى أنه الإعلام يكون لي دور فاعل في هذا الحوار واحدة من المنصات التي تفضل مفتوحة طول الوقت لكل الأراء والكل الرؤى دي كانت حلقة النهاردة من التاسعة شوفكم إن شاء الله على كل خير